لازم نحاول نراعي بعض واللي يقدر يتغاضى يعمل كده وعلى شريك حياته انه يقدر تغاضيه ويمتنله انه هو فوت وعدى والمعاملة تكون برضو بالفضل هو يمتن ليه لما برضو يتجاوز ويتغاضى عن اشياء اخرى ويفضل البيت كده ماشي بالفضل الحاجة التالتة الوضوح والصدق لازم يكون واضحين وصدقين كل مكان الزجين واضحين وصدقين في المعاملة مع بعض كل ما ده سهل الحياة بينهم وسهل انهم يتفقوا على المعاية وسهل انهم يقدروا يديروا حياتهم ويعيشوا في حياة من اسعد ما يكون وده مهم جدا جدا يا ما شفنا ازواج وزوجات ايه اللي حاصل صدقين مفيش تقول انا مريحني او ان هو واضح ويقول انا زوجتي الحمد لله ما عندناش خلاف لان ما فيش حاجة بيننا بتتراكم ولا بتتشال يا سلام يعيشوا في حياة سعيدة رابع حاجة لازم نعملها عشان تبقى المهارة دي عندنا التعاون في تحقيق اهدفنا كل واحد مننا لازم يكون متعاون مع شريك حياته مش تحكم عليه قد ايه هو ماشي بالمعايير وتلومه وزا كانوا هم مش ماشي على المعايير وتنتقده وتنظر عليه فالمعايير دي جاي عشان تسهل علينا الحياة مش يجي واحد بقى احنا مش قلنا ان انت الحاجات دي انت مسؤول ان انت تعمل تودي الاولاد للمعملتش كده ليه لا انا احنا انا ساعدك في كذا كذا انا عارف ان انا كنت مسؤول كده وانا بعتذر مش عامل كده يعني بعد كده هبقى امرعي عشان بس ما تقلش عليك شايف الفرق ما بين الموقفين طب ده ايه سبب الموقف التاني دوة الجميل اللي فيه اعتذار وفيه احساس بالمسئولية ان فيه حد ببساطة خالص حس ان هو بيساعده ومش حس ان هو حطه فرقنه بيقدبه خامس حاجة لازم عندنا مرجعية برانة لما نحس ان احنا عندنا خلاف مش قادرين نحله لازم نختار مرجع نرتاح ليه وقت الخلاف عم خالة مستشار اثري من الاشياء المهمة جدا ان احنا كازواج يكون عندنا مرجعية خارجية نحتكم ليها وقت الخلاف والمرجعية دي ممكن تكون مصادر بنتعلم منها مثلا كتب يبقى عندنا كتب دورية بنقرأ فيها في مجالات كتيرة ولما كانش عندنا فرصة ان احنا نقرأ ايه اللي حاصل اعداد بنعودها مع اصحاب الحكمة واصحاب النور واللي بيخافوا على مصالحنا واللي بيديما بيحبوا ان احنا نبقى احسن نعود معاهم ونتعلم ودولا لن نبقى حارسين ان زياراتنا ليهم تكون دورية عشان كل ما نعيش معاهم كل ما نزداد حكمة ونزداد وعي ونعرف ناس كتيرة صحيح مش متعلمين وصحيح ما بيقروش لكن الناس دولا الحكماء العقلاء المحبين ليهم كل ما بيروحوا لهم بيرجعوا وكأنهم لسه مبتدين الجواس المرجع ده بيبقى مهم جدا جدا في حياتنا احنا لو حددنا مهيير للزواجية عشنا في هنا عشنا في سعادة لان ساعتها لا نكون مشتتتين ولا نكون مغيبين ولا نكون حسين بان احنا مش عارفين نعمل ايه فوساعتها مش هنجرب في بعض وساعتها مش هنقذي بعض لقى ساعتنا كل واحد فينا هيبقى فعلا كل واحد فينا سند للتاني وساعتها بيبقى فعلا احنا زي الجسد الواحد لما بنكونش متفقين على المعايير كل واحد بيمشي في حتة فنتمزق لكن لما نكون احنا متفقين بنحس ان احنا عندنا مليون طاقة عندنا مليون حياة عندنا مدد من ربنا سبحانه وتعالى عارفين الاتفاق على المعايير من اعظم تجليات وجعل بينكم موادة ورحمة يا رب جعلنا من اصحاب هذه الموادة واصحاب هذه الرحمة بان احنا نكون متفقين على المعايير فيكون حياتنا فيها حسن تدبير وكمان نزوق حلاوة التيسير من الرب العزيز القدير يا رب جعلنا دايما من اهل عزيز المهارة واجعل حياتنا يسرا وسعادة يا رب العالمين